بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيباتي طالبات الصف الثالث ثانوي الإنساني في مادة العلوم الإدارية 2 كنا قد تعرفنا في الوحدة الرابعة على الناتج القومي تعرفنا على مفهوم الناتج القومي وبعض خصائصه كذلك تعرفنا على ألا وهو الدخل القومي ومفهوم الدخل القومي في هذه الوحدة بإذن الله سنختمها بدرس التوازن في الاقتصاد يمكن تصور أن الاقتصاد الوطني سوقا كبيرا حيث يتم تداول مئات الآلاف من السلع والخدمات في أنحاء المجتمع كافة وإذا كان التوازن في سوق سلعة واحدة يتوقف طبعا على الطلب والعرض زي ما ذكرنا سابقا من تلك السلعة طبعا التوازن الكلي في الاقتصاد القومي يتوقف على الطلب الكلي والعرض الكلي فكلها تأثر على التوازن في الاقتصاد القومي ما المقصود بالطلب الكلي والعرض الكلي لتحقيق التوازن في الاقتصاد القومي الطلب الكلي هو مجموع السلع والخدمات التي تطلبها قطاعات المجتمع كافة عند مستويات مختلفة من الأسعار خلال فترة زمنية وعادة تكون محددة بسنة يسهم في الطلب الكلي أربع قطاعات بيانها كما يليل القطاعات التي تسهم في الطلب الكلي أولا طلب القطاع العائلي الذي هو الإنفاق الاستهلاكي الخاص طلب قطاع الأعمال الذي هو الإنفاق الاستثماري الخاص طلب القطاع الحكومي وهو المقصود به الإنفاق الحكومي العام والليه دائماً يرمز له بل جي كذلك يؤثر في الاقتصاد ويسهم بشكل كبير في التوازن الاقتصادي صافي الطلب الخارجي على السلع والخدمات ما المقصود بصافي الطلب الخارجي اللي هو نحسبها بمعادلة بسيطة اللي هي صافي المعاملات الخارجية الصادرات نرمز لها بـ X مع مطروح منها الواردات اللي هي مم وهكذا فإن الطلب الكلي يمثل بالمعادلة التالية فهو يعكس مجموع الإنفاق الكلي للقطاعات الأربعة اللي هو الطلب الكلي هذا الطلب الكلي يساوي طلب القطاع العائلي اللي هو C وطلب قطاع الأعمال اللي هو I كذلك طلب القطاع الحكومي نجمعها مع بعض بالإضافة إلى صافي الطلب الخارجي اللي نضعها بين أقواس لحسابها صافي الطلب الخارجي اللي هي كيف نحسبها عن طريق اللي هو الصادرات ناقص الواردات هذه معادلة الطلب الكلي وحساب الطلب الكلي أو توازن الطلب الكلي طيب منحنة الطلب الكلي A D يوضح منحنة الطلب الكلي الكميات المختلفة من السلع والخدمات المطلوبة على المستويات المختلفة من الأسعار هذا المنحنة دائما يمثل منحنة الطلب الكلي بهذا الشكل هنا دائما المحور العامودي يرمز المستوى العام للأسعار أما المحور الوفقي اللي هو الدخل Y والناتج Q فدائما بيكون عندنا منحنة الطلب الكلي بهذا الشكل يمثل بهذا الشكل هنا الأسعار وتغيرات الأسعار كذلك عندنا الدخل القومي الدخل القومي الناتج القومي فبيكون عندنا بهذا الشكل وهو منحنة الطلب A D طبعا في الشكل السابق المحور الأفقي يمثل الكميات المطلوبة معبرا عنها بالناتج القومي الحقيقي أو الدخل القومي الحقيقي المحور الرأسي والعمودي يمثل المستوى العام للأسعار ينحدر منحنة طلب A D من أعلى إلى أسفل جهة اليمين مما يعني وجود علاقة عكسية هنا علاقة عكسية بين الطلب الكلي والمستوى العام للأسعار اللي هو المنحنة الطلب الكلي يوجد بينه وبين الطلب الكلي والمستوى العام للأسعار علاقة عكسية كيف علاقة عكسية؟ كلما انخفض المستوى العام للأسعار يرتفع مستوى الطلب الكلي على المنتجات والسلع طبعا زيادة الأسعار مع ثوابت العام الأخرى يعني انخفاض قدرة الوحدات الاقتصادية على طلب السلع والخدمات المختلفة أي تتناقص الكميات الممكن شرائها وهذا يفسر الميل السالب لمنحنة الطلب الكلي فزي ما ذكرت لكم سابقا أن المنحنة أو الطلب الكلي فيه علاقة عكسية بينه وبين المستوى العام للأسعار العرض الكلي انتهينا من الطلب الكلي نأتي لي العرض الكلي ما المقصود بالعرض الكلي؟ العرض الكلي هو مقدار الناتج القومي الذي يكون أو يكون قطاع الأعمال مستعدا لإنتاجه وبيعه خلال فترة زمنية ومعينة عادة سنة عند المستويات المختلفة للأسعار أي ناتج قومي يعني قطاع الأعمال شركات المؤسسات تكون مستعدة لإنتاجه وبيعه خلال فترة وعادة يحسبون خلال سنة معينة عند مستويات مختلفة للأسعار هذا نطلق عليه في العرض الكلي منحنة العرض الكلي زي ما كنا نمثل الطلب الكلي لا بدنا نمثل منحنة العرض الكلي منحنة العرض الكلي هو خط بياني يوضح مستويات الإنتاج القومي المناظرة لمستويات الأسعار المختلفة ويلاحب أن كمية الإنتاج التي تكون المنشآت أو تكون المنشآت مستعدة لعرضها تتوقف على الأسعار التي تحصل عليها مقابل المنتجات وعلى مقدار ما تدفع للعمال وعون إنتاج أخرى التي تستخدمها في النشاط الإنتاجي لذلك في أن منحنة العرض الكلي يحكس دائماً الظروف السائدة في سوق عوامل الإنتاج وكذلك الظروف السائدة في سوق السلع والخدمات فالأشياء كثيرة تأثر على منحنة العرض الكلي منها اللي هو الأسعار الجور العمال أي نشاط إنتاجي تقدمه هذه المؤسسة والقطاع الإنتاجي تأثر على العرض الكلي ومنحنة العرض الكلي بيكون المنحنة الطلب الكلي يكون بهذا الشكل طبعاً المحور الأفق يمثل مستوى العام للأسعار واتفاوت بين الأسعار كذلك عندنا المحور الأفقي يمثل اللي هو الكميات اللي هو تمثل غالباً بالدخل Y والناتج Q هذا هو شكل منحنة الطلب الكلي بيكون منحني بهذا الشكل ماذا يعني المنحنة هنا؟ يمثل الجزء الأول يكون أو يكون منحنة العرض الكلي خطاً أفقياً عند جميع مستويات الناتج القومي الأقل من Q في هذا الجزء لا يصاحب زيادة الناتج القومي الحقيقي أي زيادة في المستوى العام للأسعار ما رح يكون فيه أي زيادة المستوى الأسعار يكون ثابت عند الناتج القومي الأقل في الجزء الثاني أو الجزء المنحدر يمتد من مستوى الناتج Q0 إلى مستوى الناتج QX يكون منحنة العرض منحدراً إلى أعلى أي موجب الميل وفي هذا الجزء تؤدي كل زيادة في الناتج القومي الحقيقي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار كما يرتبط الخفاظ الناتج القومي بالخفاظ المستوى العام للأسعار فيصبح فيه ارتفاع وثيق بين الخفاظ الناتج القومي وانخفاظ المستوى العام للأسعار أما في الجزء الثالث وهو الجزء الرأسي هو الجزء الذي يبدأ بعد مستوى الناتج القومي الحقيقي QX يكون منحنة العرض هنا خطاً رأسياً خلال هذا الجزء لا يمكن زيادة الناتج القومي الحقيقي لماذا؟ أي أن جميع موارد الاقتصاد موظفة بالكامل لأن جميع موارد الاقتصاد موظفة بالكامل ولا مجال لزيادة الانتاج بأي حال مهما ارتفعت الأسعار مهما صار ارتفاع بيكون فيه لا يمكن زيادة الناتج القومي هنا يطلق على مستوى الناتج QX ناتج التوظف الكامل أو دخل التوظف الكامل وهو يمثل الحد الأقصى لقدرة المجتمع الانتاجية لأن جميع الموارد المجتمع موظفة بالكامل أي موارد موجود في المجتمع بيكون متوظف بشكل كامل فهنا حد الأقصى لقدرة المجتمع الانتاجية فما فيه أي زيادة في الانتاج في التوازن الكلي بيكون فيه توافق بين الطلب الكلي اللي ذكرناه سابقا والعرض الكلي اللي ذكرناه سابقا فهنا لما يتوافقونا الاثنين راح يكون فيه توازن كلي توازن كلي في الاقتصاد القومي زي ما ذكرت بيكون فيه توافق بين العرض الكلي والطلب الكلي أي عندما تتلاقى رغبات وقدرات قطاعات الاقتصاد الأربعة لشراء كميات الناتج القومي مع رغبات المنتجين في تقديم هذا القدر بالانتاج يسمى المستوى العام للأسعار الذي يحقق هذا التلاقي مستوى الأسعار التوازن هذا هو مستوى الأسعار التوازن وكذلك يسمى الناتج القومي الحقيقي الذي يحقق رغبات الطرفين الناتج التوازني أي ناتج قومي حقيقي يسمى ناتج توازني أي يحصل فيه توازن بين نواتج القومية الحقيقية وهذا هو المنحنة الخاص بالتوازن الكل بيكون يجمع بين منحنة الطلب ومنحنة العرب ومنحنة الطلب بهذا الشكل ويتلاقى إذا تلاقت هنا حصل حالة التوازن كل طيب ماذا يحدث إذا كان المستوى العام للأسعار الفعلي يختلف عن المستوى التوازني إذا كانت الأسعار عند مستوى أعلى من المستوى التوازني تكون كمية الناتج القومي الحقيقي التي ترغب وتقدر قطاعات الاقتصاد على شراءها أقل من الكمية الناتج التي ترغب المنشآت في تقديمها لذلك دائما يتوجهون أو تتجه الأسعار إلى الانخفاض حتى تصل إلى المستوى التوازن لابد أن يكون في انخفاض للأسعار لتحقيق التوازن فعشان يستطيع الناتج القومي الحقيقي التي تقدر قطاعات الاقتصاد على الشراء لابد أن تكون أقل من كمية الناتج التي ترغب المنشآت في تقديمها أما إذا كان المستوى العام للأسعار أقل من المستوى التوازني بيكون فيه رفع الأسعار ليش؟ لأن تتجه رغبات القطاعات الاقتصادية لشراء المزيد بما أن الأسعار قليلة فيبحثون عن شراء المزيد بالتالي الكميات تكون ما تتحقق هذا الرغبة في الشراء بالتالي لابد أن نصل إلى حالة التوازن في الأسعار فيحصل هنا ارتفاع الأسعار حتى تحصل أو تصل إلى المستوى التوازن حالات التوازن الكلي في الشكل السابق تحقق التوازن عند مستوى الناتج الحقيقي له QE يساوي تماماً الناتج القومي الحقيقي عند مستوى التوظف الكامل له QX عند مستوى الأسعار PA يساوي تماماً أقل مستوى أسعار يحقق هذا الناتج له PX وهذا وضع نموذجي بالنسبة للمجتمع حيث لا توجد أي موارد عاطلة لأن الإنتاج عند التوظف الكامل حاصل هنا في حالة التوازن فهذا هو وضع نموذجي بالنسبة للمجتمع كذلك لا يتحمل المجتمع أي ارتفاع غير ضروري في الأسعار إلا ألف الواقع العملي يمكن أن يتلاقى منحنة طلب الكلي مع منحنة العرض الكلي عند مستويات أكبر أو أقل من QX بالتالي يكون لدينا ثلاث احتمالات للتوازن عن الكل بعيداً عن وضع الأمثل إذا تلاقى منحنة طلب الكلي مع منحنة العرض هذه الحالات ممكن يكون الاحتمال الأول حالة كساة تمام؟ فيصير هذا الشكل المنحنة التوازن الكلي بيكون بهذا الشكل بيكون في حالة كساة في السنة إذا كان الطلب الكلي ممثلاً بالمنحنة AD1 فإنه يقطع الجسل الأفقي من منحنة العرض الكلي عند نقطة E1 في هذه الحالة يتحقق التوازن الكلي عند مستوى الناتج Q1 ومستوى الأسعار B0 في هذه الحالة يعني المجتمع من أو يعاني المجتمع من الكساد والبطالة ليش؟ لأن الناتج التوازني أقل من الناتج المناظر للتوظف الكامل ونظراً لأنه ناتج توازني فلا يوجد حافز لزيادة الإنتاج لتوظيف الموارد بالكامل في هذه الظروف تتدخل الحكومة بسياسات الإقتصادية المناسبة لتنشيط الطلب الكلي والحد من البطالة الحالة الثانية من التوازن الكلي اللي هو الاقتراب من التوظف الكامل هنا شايفين يبدأ المنحنة بالاقتراب من حالة التوظف الكامل في هذه الحالة إذا كان الطلب الكلي ممثلاً بالمنحنة AD2 فإنه يقطع الجزء موجب بالميل من منحنة العرض الكلي AC عند نقطة A2 في هذه الحالة يتحقق توازن الاقتصاد عند مستوى الناتج Q2 والمستوى العام للأسعار يلاحظ هنا أن الاقتصاد يقترب من مستوى التوظف الكامل أي أن أغلب الموارد الاقتصادية لديه مستوى عبا في الإنتاج لذلك إذا زاد الطلب على هذه الموارد يتوقع بالتأكيد ارتفاع الأسعار مما يضغط في اتجاه رفع من مستوى العام للأسعار والمستوى الكلي هذه الحالة من ارتفاع الأسعار تكون تدريجية ومقبولة طالما أنها مشتفطة بتوظيف المزيد من الموارد المجتمع وتنمية الاقتصاد الوطني أما الاحتمال الثالث ألا وهو حالة إذا كان الطلب الكلي هنا مثلا بـ AD3 هذا المنحنة الطلب الكلي فإنه يقطع الجزء الرأسي من منحنة العرض اللي هو AS يقطع المنحنة الرأسي بالتالي عند نقطة E3 هذه النقطة بالتالي في هذه الحالة يتحقق توازن كلي عند مستوى الناتج القومي الحقيقي عند QX وهو مستوى التوظف الكامل أي أن جميع موارد المجتمع الاقتصادية مستوعبة بالكامل لكن هذا التوازن كلي تحقق عند مستوى مرتفع من أسعار الوبي 3 أعلى من الحد الأدنى المطلوب لتحقيق مستوى الناتج القومي الحقيقي المناظر للتوظيف اللي هو بي بالتالي هنا يعاني الاقتصاد من مشكلة أو حالة التضخم فهذه الظروف تدخل الحكومة بسياسات الاقتصادية الملائمة لمكافحة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار إذن انتهينا من درسنا لهذا اليوم وانتهينا من الوحدة الرابعة تعرفنا في هذا الدرس اللي هو الدرس الثالث من الوحدة الرابعة على التوازن في الاقتصاد الكلي عرفنا مفهوم الطلب الكلي مفهوم العرض الكلي مفهوم التوازن الكلي كذلك تعرفنا على حالات التوازن الكلي في البتاية عرفنا أن الطلب الكلي باختصار هو مجموع السلع والخدمات التي تطلبها قطاعات المجتمع كافة عند مستويات مختلفة من الأسعار خلال فترة زمنية محددة وعادة تكون سنة عرفنا كذلك أنه يسهم في الطلب الكلي أربع قطاعات ألا وهي القطاع العائلي قطاع الأعمال القطاع الحكومي وصاف الطلب الخارجي على السلع والخدمات اللي هو الصادرات ناقص الواردات كذلك وضحنا أو رسمنا شكل منحنا الطلب الكلي فهو يوضح الكميات المختلفة من السلع والخدمات المطلوبة على المستوى الكلي عند المستويات المختلفة من الأسعار بالإضافة إلى العرض الكلي وهو مقدار الناتج القومي الذي يكون قطاع الأعمال مستعداً لإنتاجه وبيعه خلال فترة زمنية معينة عادة تكون سنة عند مستويات مختلفة للأسعار هذا بالنسبة للعرض الكلي تعرفنا على منحنا العرض الكلي وهو خط بيان يوضح مستوى الإنتاج القومي المناظرة لمستويات الأسعار المختلفة بالنسبة للأقسام الخاصة بمنحنا العرض الكلي قسمناها إلى ثلاثة أجزاء تعكس طبيعة العلاقة بين الناتج القومي الحقيقي والمستوى العام للأسعار في الظروف الاقتصادية المختلفة وعرفنا أنه يتحقق التوازن الكلي في الاقتصاد القومي عندما يتوافق الطلب الكلي AD والعرض الكلي AS هنا يحصل حال التوازن في السوق الوضع النموذجي للتوازن الكلي يتحقق عندما يكون الناتج الحقيقي عند مستوى ناتج التوظف الكامل وهو XQ عندما يكون مستوى الأسعار هو أقل من مستوى أسعار هذا الناتج هذا بالنسبة للمنحنيات ورسم التوازن في الاقتصاد والتوازن الكلي ومنحناء العرض الكلي يحدث كسات ويحدث تضخم ويقترب المجتمع من وضع التوظف الكامل إذا كان في الكسات يحدث إذا كان الطلب الكلي يقطع الجزء الأفقي من منحناء العرض الكلي هذا يحصل حالة كسات أما في التضخم في المنحناء في الرسم البياني يحدث تضخم إذا كان الطلب الكلي يقطع الجزء الرأسي من منحناء العرض الكلي أما إذا كان الطلب الكلي يقطع الجزء موجب الميل من منحناء العرض الكلي هنا يحصل حالة اقتراب من وضع التوظف الكامل اذكري عناصر الطلب الكلي هيا زميل جميلاتي نحن نقوم بحل التماري التالية اذكري عناصر الطلب الكلي اذن عناصر الطلب الكلي هي طلب القطاع العائلي زي ما ذكرنا سابقا وطلب قطاع الاعمال وطلب القطاع الحكومي صافي الطلب الخارجي على السلع والخدمات له المقصود بالصادرات ناقص الواردات هذا بالنسبة للسؤال الاول ننتقل للسؤال الثاني قمي او ارسمي منحنة الطلب الكلي موضح البيانات الكاملة على الرسم نقوم برسم الطلب الكلي اذا بيكون رسم المنحنة بهذا الشكل اولا لابد ان نرسم المحور الفقي والمحور العامودي هنا هذا يمثل المستوى العام للاسعار اللي هو نرمز له بالرمز وهذا يمثل الكميات لنفرض ان الدخل القومي والناتج القومي اللي هو Q و Y تمام فنرمز هنا بالاسعار او تغير الاسعار P1 ومستوى الاسعار الثاني اللي هو P2 بالاضافة الى Q1 و Q2 بهذا الشكل بيكون تمام بيكون المنحنة طبعا بيكون في تلاقي بين غير اللون هنا بيكون في تلاقي بين المحور الفقي والمحور الرأسي كذلك هنا ونبدأ برسم منحنة الطلب الكل بهذا الشكل بيكون في A بيكون هنا فيه التماس مع هذه النقطة وهذه النقطة طبعا أنا الرسمة هنا صابب اللابتوب بيكون هنا فيه تلاقي في هذه النقطة وهذه النقطة هذا بالنسبة للسؤال الثاني ننتقل للسؤال الثالث عرفي العرض الكل عرفي العرض الكل إذن ممتازين بارك الله فيكم هو مقدار الناتج القومي الذي يكون قطاع الأعمال مستعدة لإنتاجه وبيعه خلال فترة زمنية معينة عادة تكون سنة يكون منحنة أو أرسم منحنة العرض الكلية موضحة للأجزاء الثلاث لابد أن نرسم في البداية المستوى العمود الأوفقي والعمودي هنا زي ما ذكرنا سابقا P وهنا الناتج القومي والدخل القومي Q و Y بيكون فيه نحارة توازن عند Q0 و Q ستار هنا بيزيرو في حالة الأسعار أو مستوى العام للأسعار هنا بي ستار البداية بيكون الجزء المنحدر من منحنة العرض الكلي من الجزء الرأسي والجزء الأوفقي بيكون بهذا الشكل نبدأ نرسم نبدأ نرسم المنحنة من هنا بهذا الشكل طبعا فيه جزء رأسي للمنحنة أو منحنة العرض الكلي بيكون فيه جزء كذا مستقر ثم بعد ذلك يبدأ بالإنحدار بهذه الطريقة ثم بعد ذلك يستقر بهذا الشكل هذا هو منحنة للعرض الكلي اللي هو A S بيكون بهذه الطريقة طيب وضحي بيانيا التوازن الكلي في كل حالات التالية اللي هو مما يأتي حددي أي الحالات تكون مرغوبة حالة التضخم حالة القساد وحالة الاقتراب من توظف الكامل قومي بحل هذا التمرين وأرسلي لي إجابتها على موقع المدرسة بارك الله فيكم وفي جهودكم استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائع رأيكم بإذن الله في درس قادم إلى اللقاء